موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حالة جديدة من برنامجكم عيادة الصحة عيادة الصحة عيادة كل أسرة في كل مكان عيادة الصحة بدون نغبة من أفضل الأطباء المتميزين ساعدنا تلقي أسألكم واستفساراتكم للإجابة عليها من قلال ضيوف الحلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع مش طبي بحث ولكن هنتكلم عن موضوع مرتبط بالإدارة الطبية هنتكلم عن مستشفيات العزل ساعدنا يكون معنا ضيف الحلقة دكتور الخليل محمد أحمد الشريف مدير إدارة المتابعة بمدرية الصحة بدومياط وعضو المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بدومياط اترحب بحضرتك أهلا وسهلا أهلا بيك موضوع بقى المستشفيات وخاصة مع وبق كورونا مستشفيات العزل كتير من الناس يعني بتسمع من الخارج ولكن بنبقى عايزين نعرف من الداخل الآليات المختلفة اللي بتقوم بيها وزارة الصحة عشان في الآخر تقدم خدمة صحية زي تجودة عالية لمرضى وزارة الصحة وخاصة خلال هذه الفترة مرضى وباء كورونا فهنبدأ مع حضرتك بقى بما أنه حاجة بقى مدير إدارة المتابعة في مدرية الصحة وإحنا عارفين إن المتابعة جزء مهم جدا في وظائف الإدارة وبدون المتابعة ما بالأهداف ما بتتحققش كما إحنا مخططين لها وبنلايش الجودة المطلوبة فبيقع على عاطق حضرتك مسؤولية كبيرة جدا وأكيد حضرتك والفريق الموجود مع حضرتك يعني بيقوم بكثير من الأدوار اللي بتضمن تقديم خدمات صحية زي تجودة عالية فحاك لدينا الأول كده باختصار دور مدير إدارة المتابعة ودور إدارة المتابعة وناخد جزئية جزئية نشوف إزاي بنقوم بالمهمة دي لضمان وصول الخدمة إلى مستحقية سيتك إدارة المتابعة شغلها أهم نقطة لها متابعة الأهداف اللي وضعتها وذات الصحة والخطط والنظم واللوايا المفروضة اللي إحنا نحقق بقى أهداف لخدمة المريض تمام؟ بالنسبة لل فيه قوائف فيه بروتوكول لكورونا وفيه نظم فيه نظم لكورونا فيه فيه خطط لكورونا إحنا بنقوم بنشوف هي بتتنفذ بالطرق الصحيحة ولا لا؟ طيب نيجي خطوة خطوة كده دكتور خليل وحاك بقى في المطبخ وحاك عايزين حاك بقى تنقول لنا الكواليس اللي إحنا ما عرفهاش فلو جينا نقول إيه الخطة بتاعت وزارة الصحة وكل قد إيه بتحدثها وإزاي بتنتقل من الوزارة إلى المدريات في المحافظات؟ وتقريبا على مدار الساعة بدأت تغير لأن فيه اجتماعات يوميا من القيادات في الصحة برئاسة سيادة الوزيرة السيادة الدكتورة هالة زايد مع قطاعات الطب العلاجي ومع مدير العموم ومدير مدريات الصحة طبعا التعليمات بتيجي على مدار الساعة بتواكب نظام النظام العالمي بالنسبة لأي جديد لجائحة الكورونا لو اعتبرنا جائحة الكورونا دي أو وهي هي كده فعلا أزمة وباء عالمي وجائحة كبرى فمزارة الصحة والوزيرة طبعا عضوا في لجنة الأزمات أو الأزمة على مستوى الجمهورية ففي خطة بالفعل لها ملامح عريضة فإيه ملامح الخطة دي المدريات الصحة ما شابهة؟ فيه نظام اسمه نظام البرتكول بيتحدث على طول يوميا حسب قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة ودايما بيكتبوا البرتكول ده خاص بالفيروس طبعا لازم يتنفذ بدقة لأن ده طبعا الوضع البرتكول ده كبار علماء الصحة في مصر وطبعا كل مستشفى العزل غالبا يعني الصدر اللي هي الصدر والحميات اللي هم اللي يعتبر هم خط الدفاع الأول في الصحة اللي هم الوقت اللي بجلهم أكبر عدد من مرضى الكورونا طيب لو حبينا بقى نقول وحاجة بتتكلم عن المستشفيات ومستشفيات العزل كام مستشفى في ضميات مخصص العزل؟ وعلى أي أساس تم اختيار هذه الأماكن؟ وإيه مواصفاتها؟ المستشفيات دي جميع الجهات جميع قيادات في الصحة من الوزارة ومن مدد الصحة هم اشتركن بأن اختيار لها وسائل صحية بأن متوفر المستلزمات متوفر الأدوية متوفر العنايات متوفر كل حاجة المريض ميلاقيش فيه مشكلة كم مستشفى في ضميات مخصصة العزل؟ عندنا الأساسي مستشفى حميات ضميات ومستشفى الصدر ضميات ومستشفى ضميات العام ومستشفى عزبة البرج المركزي ومستشفى كافر سعد المركزي ومستشفى الزرق المركزي ومستشفى السريو المركزي دي كلها مستشفيات يعني مثلا ما يقرب من عشرة أو يزيد مثلا؟ يعتبر 75% من المستشفيات 50% من المستشفيات؟ يعني حوالي كم 10-15 مستشفى؟ هو يعني مثلا نقول مثلا عشرة تقريبا عشرة تقريبا عشرة تقريبا من عدد 15 حوالي كم سرير وكم جهاز تنفذ صناعي موجودين في المستشفى؟ يعني مثلا بالنسبة لجهزة التنفذ الصناعي عندنا في مستشفى ضميات العام في عناية في تلت عنايات عناية الطوارئ وعناية القلب وعناية المركزة تدى دول فيهم تقريبا يعني حوالي مثلا خمسين سرير تقريبا يعني يعني كده مثلا في محافظة دميات في حوالي خمسين سرير في مستشفى ضميات العام مستشفى واحدة بس مستشفى واحدة يعني بإجمالي بقى كم سرير موجودين في دميات تقريبا أنا مجي مثلا للمستشفى الصدر في دميات مثلا فيها مثلا حوالي 25 سرير عناية ومستشفى حميات دميات فيها عشر سرير عناية طب لا يعني لو حبينا نقول بقى هل السرير وحجم العنايات الموجودة كافية وتتناسب مع عدد المرضى ولا يعني بيبقى فيه أزمة ونسبة الإشغالات مية في المية لا يعني الحمد لله يعني مفيش بالتيال في دميات يعني دميات بالزاد مفيش الأزمات يعني اللي إحنا بنشوفه يعني على مدار الساعة لأننا بيستدعين مثلا وكيل الوزارة في أي وقت بروح ألاقي في كل حاجة يعني فيه سرير فضل يعني حجم مستشفى العزل والسررة والعنايات متوفرة بالشكل آمن آمن اللي بيتناسب مع حجم الإصابات طيب أتفضل وأهم النقطة بالنسبة للعزل هو الأكسجين الأكسجين ده يعتبر هو الاعلاخ بالمرض نفسه مرض الكورونا اللي هو لا موضوع التنافس يعني طب دور حاجة كمدير إدارة متابعة وإدارة المتابعة بقى إيه الأليات اللي بتعملوها عشان تتأكدوا من إن الأكسجين الموجود متوفر أو يعني إذا أكسجين موجود ومتوفر ويبقى فيه نسبة الاحتياطي أو الأمان اللي ما تخليش فيه فجوة وتتسبب في كارساين لا فيه هنا عندنا عندنا فرق طوارئ خاصة للأكسجين وعلى مدار الساعة بيوضحوا بدقة جدا على الرصيد في كل مستشفى كل دقيقة بنعرف رصيد الأكسجين لذلك السرع اتخاذ القرار موفر عندنا الأكسجين في الاحتياطي آمن جدا جدا ويعني عندنا ركبوا ودعمهم في مستشفى الصدر والحميات بتنكات زيادة جديدة لسه ويعني الأمور على ما يرام بالنسبة للأكسجين وده أهم نقطة بالنسبة لعلاج القرارة طب إذا الأكسجين وده أهم نقطة حاليا وخاصة للي بيدخله مستشفى العزل أو العنايات تمام بيبقى يعني العنصر المهم فيها هو الأكسجين تمام فانطمن الناس إن فيه آلية ما تسمحش بوجود كارسا أو نقص أو انتهاء للأكسجين مفاجئ يتسبب في وجود كارسا كبيرة وكل وزارة مشكل فرق على مدار الساعة يعني مش مثلا كده على مدار الساعة يعني ممكن في كل خمس زائق يتصلهم ويروحهم ويبعدوا الفرق يعرفهم معيار الأكسجين بدقة لأن الأكسجين دي أهم حاجة بالنسبة للمريد بيتوقف حيات المريد عليه لذلك دميات بالذات نجح في حتة يعني إيه الأكسجين آمن يعني دايما بيبقى فيه احتياطي آمن احتياطي آمن الفريق بقى أما بيقول إن الاحتياطي الآمن ممكن يخلص فيه فترة زمنية محددة إيه الإجراء اللي بيتم لتوفير الغطاء الآمن هو على العموم ما حصلش الحتة دي اللي إيه 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 إكسجين خلص هو آحنا احنا نتكلم مثلا الأكسجين مثلا يعني مثلا يقل عن خمسين دي مش كلا بقى 50% لا يعني ممكن يكفي يومين 3 قدام تمام دي بقى احنا بقى بيرفع حالة استعداد اللي احنا نجيب ونبقى في امان لازم يكون الاكسجين بالنسبة 8% على الاقل متوفر طب انا همر مع حضرتك كده على معظم المشكلات اللي بتتواجد وخاصة مع مستشفات العزل تمام ونشوف ادارة المتابعة بتعمل فيها ايه وبتتأكد ازاي من سلامتها ووجودها تمام نسبة من المستشفيات برضو بيحصل فيها عطال في الاجهزة مثلا جهاز الاشعة المقطعية جهاز تمام وهكذا فازاي بنتأكد وبنضمن سلامة وجود الاجهزة وطبعا مع الضغط الكبير حاليا ممكن وقلة عدد الاجهزة المتوفرة وخاصة في المستشفيات العامة والحكومية ممكن طبيعي من الضغط ونضرتها يحصل اعطال ازاي بنتصرف وايه دور ادارة المتابعة في توفير الدعم اللازم للاصلاح او التدخل السريع طيب سيارتك احنا بنختر في حالة يعني عطل لقدر الله في جهاز الاشعة هو ما باخدش يعني مثلا جهاز الاشعة لما بيعطل في دميات يعني ساعات مش ايام ولا حاجة لان في عندنا مثلا ايه الاشعة المقطعية اللي هي بتروح للصدر في مستشفى دميات العام جنبها على بعد مثلا ايه 500 متر وعلى الشمال التاني مستشفى دميات التخصصي على بعد 500 متر بفرض مثلا لو دميات العام عطل لتخصص جغال يبقى في خط الطوارئ وخطة بديلة في حالة وحدوث عطل فيه اجهزة في مستشفى معينة يتم الحالة او التحويل الى مستشفى بديلة من المستشفى المخصصة واللي متوفر فيها الاجهزة تمام وسيادتك في مستشفى كفرسعد المركزي فيها اجهزة اجهزة اشعة مقطعية جديدة دي برضو ايه برضو بتساهم في مساعدة لخطة الله لو في حاجة يعني طب هل بقى يعني كاجراء وقائن مفيش آلية للمتابعة الصيانة بقى لتجنب حدوث الاعطال يعني طالما احنا عرفنا ان فيه ضغط على هذه الاجهزة هل بقى مفيش فرق تنزل كده تبص عليها بصفة دورية بحيث ان اي عطل او اعطال متوقع يتم التدخل مباشرة وما يحصلش العطل نفسه السيانة عندنا في احنا طبعا بنقول على كل الاجهزة وخاصة ان طلعتنا الصحف خلال يعني مباقة امس ان كان فيه في احد مستشفيات العزل التخصصي واثناء متابعة فريق من مديرية الصحف احدى المحافظات سقط المصعد بالفريق فبرضو المصعد والحاجات دي الموجودة فيه المستشفيات بتحتاج لصيانة دورية ولو فيه صيانة دورية بتتابع هذه الاجهزة هتقلل بنجبة جبيرة جدا وجود كوارث يعني وطبعا الفريق اللي سقط بالمصعد يعني الحمد لله ما فيش حد يعني حصل فيه وفيات هي بعض الاصابات وحاليا بيتعافوا يعني فربنا يحفظ الجميع ولكن كل مكان فيه وقاية وفيه صيانة دورية بيقلل تجنب وجود الاعطال او الكوارث سيادتك فيه ملف الصيانة ده ليه ادارة كبيرة وفيه ليه ادارتين شغالين فيها ادارة اه الادارة الهندسية ادارة الهندسية فيها اقسام فيه اجهزة صيانة الاجهزة الطبية والاجهزة المختلفة يعني اللي هي ايه اللي غير طبية النظام دول دول بيتابعهم بيتابعهم العمل الفني فيه حاجة اسمها اهه عندنا ادارة التموين هي اللي هي مرتبطة بعقود الصيانة هي بتتابع اللي هما شركات عقود الصيانة عقود الصيانة دي بصفة دورية موجودين في كل مستشفيات يعني يوم يوم ما يحصل فيه عقود لخلد الله مفاجئ يعني وقت بسيط جدا هتلاقي بيقعات كفاة الجهاز مرتين في عقود الصيانة طبعا فيه لو بيكون فيه الحاجات الغير طبية او حاجات زغيرة كده بيتتصلح لو هي في وقت متأخر من الليل ادارة الادارة الهندسية بتقوم بالعمل ده اللي بيتعمل المفاجئ اذا تعمله تصلحه لغايد هيجي ايه عقود الصيانة بعض المؤسسات الحكومية يعني زي الحكومية حتى والخاصة البنوك زي وحدات المرور بقى كتير من المؤسسات ابتدت تنظم استقبال العملاء بتوعها عن طريق النظام الالكتروني ان كل عميل بياخد رقم ينتظر في مكانه وفي نداء آلي وكل واحد بيجي يسمع رقمه وبيتوجه الى المكان لكن في القطاع الصحي شوية مفيش مستشفى الا اما بنروح نلاقي العملاء متجمهرين ومتجمعين بطريقة غير امنة خارج الاستقبال او حتى داخل الاستقبال كمان فده طبعا يعني بينافي شوية الاجراءات اللي احنا بنقول عليها بتاع التباعد الاجتماعي والتباعد المكاني والاجراءات الاحترازية وخاصة في الاماكن اللي فيها نسبة كبيرة من انتشار العدوى فدخال حكي الناس بتروح للمستشفيات للاصحاح والتعافي والتشافي فبالتالي بنلاقي لا ده المكان ده اللي هو موقع انتشار الاوبئة والامراض ونلاقي الناس قريبة جدا من بعض فايه دور ادارة المتابعة في مكافحة العدوى رقم واحد ما بين المرضى وزويهم اللي بيجوا معاهم رقم اتنين بين القطقم الطبية وخاصة ان القطقم الطبية بتتعرض في كل لحظة الى كتير من المرضى اللي بقى بيجوا دلوقتي وهم عندهم العدوى وبيتعاملوا بصفة مباشرة مع القطقم الطبية بداية من الجانب الإداري في الاستقبال تمريد الأطباء وهكذا فعايزين نعرف الدور الادارة المتابعة في تفعيل مكافحة العدوى تمام سيادتك انا اول ما بدخل على المستشفى فيه فيه امن فيه امن مسؤول الامن ده بيبقى عنده حاجات يعني فيه تعليمات معين بيعملها اول حاجة من التعليمات اللي هو محدش يدخل اللي لازم اللي بيسباص تمام ما هو فانده بيبقى متكتلين اصلا على فرض الامن يعني بتلاقي فرض الامن نوقف كده وتلاقي المرضى والجمهور وكل واحد عايز يدخل واحيانا بعض المستشفيات على حسب الطاقة بتاعتها بتبقى بتستوعب عدد معين وبتبقى موفرة عدد تذاكر للعدد معين تمام وبنلاقي الناس بتبقى جاية بتحجز من بيتها من بالليل عشان تلقى تلحق تحجز التذكرة بتاعتها وتاخد دور فاول ما بتفتح الاستقبال نلاقي كل المرضى وزويهم تكتلوا على بقى بداية من فرض الامن فازاي احنا كمان بنخلي فرض الامن يعني يبقى عنده السلامة اللي تمكنه من ان هو ما ننتقلش ليه العدوى ويحفظ ويقدر يتخذ الاجراءات بقى اللي تحفظ باقي المتعاملين مع المرضى تمام وبالنسبة الاستقبال ما لهش فترة شغاله 24 ساعة شغاله 24 ساعة طوارد اه الاستقبال ده الدكتور ما بيخرجش منه خالص الدكتور الأطباء ما بيخرجش منه خالص دي اهم اهم حاجة في المستشفى عندنا الاستقبال الاستقبال ده اللي بيستقبل الحالات المفاجئة الحوادث اي حاجة بتجي مفاجئة ده الاستقبال دي لازم يكون على قبة الاستعداد استعداد عالي يعني الطارق بتبقى في المستشفيات 24 ساعة طوال ايام الاشبوع طوال اليوم 24 ساعة طوال ايام الاشبوع كمان يعني مش متحدد مش متحدد بيام معين في الاعياد في الاجهزات كله الاستقبال الاستقبال دي اهم حاجة يعتبر الصحة عموما بتركز على الاستقبال الاستقبال دي هو الايه هو بداية بداية التعامل مع المريض لانه ياما المريض يقوم بالسلامة من الاستقبال وياخد علاجه ويمشي ياما يتحجز او يتعامل له عملية جراحية او كده يعني بتوزع من نقطة استقبال نقطة البداية هي الاستقبال نقطة البداية للمستشفى كلها هي الاستقبال الاستقبال دي هو يعني التمر دي حاجات طارقة طب مكافحة العدوى بقى اه يعني ايه دورها وازاي بيتم المتابعة عليها اه عندنا دورة مكافحة العدوى دي وغده يمكن وغده مركز متقدم جدا على مستوى الجمهورية يا وغده مركز هما يعني ايه عندنا مكافحة العدوى يعني متميزة في دميات بصراحة يعني 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 بصراحة يعني ايه فيه تفرى بالنسبة لمكافحة العدوى حاجة يعني اه لا هي ايه 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 العملاء مكافحة العدوى ده عاملة فرق على مستوى المستشفيات وفرق يعني يعني اطباء وتمريض والأطباء دول يعني عندهم ملفات لكل جزء في المستشفى وكل حاجة في النظام من مكافحة العدوى بيجي مشرف مكافحة العدوى جوه المستشفى جوه المستشفى اما بيلاقي حاجة ما بيسكوت شاء الله هو واقف وشغلنا على مدى الـ 24 ساعة عاملين نظام شفتات مع مع ما فيش يعني مكافحة العدوى دي اعتبر دي هي العمود الفقر المستشفى وخاصة في موضوع كورونا كورونا دي لا لا هي مكافحة عدوى قوية جدا بصراحة يعني يعني كمواطن قبل ما يكون شغال في الحكومة انا حاسس انا يعني حاسس بان فيه المكافحة العدوى دي يعني عاملة فرق هي فرقت مع الصحة طيب يعني فيه شيء مرتبط بها عايزين حاج برضو تلقلنا الضوء عليه وهي احد عناصر ومقاومات الجودة في المؤسسات عموما وهو السلامة البيئية والسلامة المهنية الامن والسلام عموما في المستشفيات حاجة دينا فكرة عنه موجود ازاي والمنظومة دي بالدار هم فيه ثلاث ادرات مرتبطين ببعض ادارة مكافحة العدوى زي ما قلت سيادتك وادارة الجودة وادارة السلامة والصحة المانية السلامة والصحة المانية الامان بتاع المستشفى الامان بتاع المستشفى طفات الحريق يكون السرية الصلاحية اماكنها محتوطة بالاماكن المزبوط كل مكان له حاجة معيار معين بالحاجات دي نظام الجودة بتعمل سياسات نظام المستشفى كلها بتمشي عليه نظام المستشفى بتيجي في كل مكان في كل مسافة ليكن في العمليات عاملة نظام بيانات كده ولوع ارشادية واحد اتنين ثلاثة التعامل كذا نظام كذا بيرجعهم الملفات والسجلات الطبية الجودة دي اللي هي يعني كل النموذج اللي بيحصل في المستشويات بتديره الجودة فيها معايير معايير نموذج للتقييم وفيه إدارة بتقيم التقييم المؤسسي والتقييم الذاتي بحيث ان احنا نتأكد احنا وصلين لحد فين في الجودة بالزبط شرح الجودة هو شرح ده في العدوى هو شرح إدارة السلامة والصحة المانية بس للتلاتة دول مرتبطين ببعا والتلاتة دول من أسباب تطوير الصحة في مصر أحد مقاومات تطوير الصحة اللي بتتكز عليها الصحة ذات الجودة الصحة بصراحة يعني بتشهد تفرى يعني بتشتغل من جميع الجوانب يعني في آن واحد اللقاحات العلاج الكورونا المستشوات العادية العلاج المريض المبادرات المبادرات 100 مليون صحة اللي أبهرت العالم يعني طبعا وحققت إنجازات ونتائج يعني أبهرت العالم يعني المبادرات دي حاجة يعني يعني مصر وركزت كمان تحت رعاية فخامة الرئيس على الأمراض اللي كانت شائعة ومنتشرة بدءا من الفيروسات الكبدية الأمراض الأمراض السادية أو أورام السادية صحة الأطفال والتغذية يعني كثير من الأمراض وأخيرا طبعا ودي لازم نفرد لها شوية نتكلم مع حضرتك فيها وهي مبادرة 100 مليون صحة والخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا نروح لنقطتين تانين بعد طبعا إحنا يعني الحمد لله وبنشيد بالدور الوزارة في الجانب والقطاع الصحي ولكن إحنا بنشوف بقى الحاجات السلبية عشان نصلح بعض المرضى أما بيبقوا موجودين في المستشفيات بيلاقوا أن بعض المستشفيات بتطلب منهم يشتروا المستلزمات أو الأدوية لعدم توفرها داخل صيدلية المستشفى فإزاي بتتأكد إدارة المتابعة من توفر جميع المستلزمات اللي بيحتاجها المرضى وإن ما يبقاش فيه عجز فيه وجود المستلزمات ولا الأدوية وخاصة أدوية البروتوكول بروتوكول للعلاج من كورونا الصحة بتشهد بصراحة الفترة دي عن غيرها الفترة دي قيادات الصحة عموما بيركزهم على بأن المريد ما يدفعش ماللي من بداية ما يدخل لغاية ما يخر طيب لو حصل وإن المستشفى العلاج ده مش موجودة هاته من بره المستشفى المستشفى دي هاته قبل ما تدخل تعمل أحاجة هات الحاجات دي من بره طبعا هتحاسب طب المريد يعمل إيه وتقدم بشكوى مين ومين يشمعه أقدم بشكوى لمدرية الصحة لمدرية الصحة هل في إدارة تلقي الشكاوي في كل مدرية في إدارة مدرية الصحة فيها إدارات رقبية كتير هل إدارة المتابعة غير معنية لا فيها طبعا إدارة المتابعة اللي هي بتتابع بتتابع السياسات واتتابع النظم واتتابع التعليمات اللي بخرج على التعليمات طبعا بتقوم مشكلة وليه يخرج عن النظام بتقوم مشكلة وطبعا فيه تحقيق أهداف الموضوع الصحة ده دي خدمي يعني وزارة خدمية يعني إحنا بنخدم المريض يعني نجحنا بييجي من رضى المريض لما يكون المريض يعني راضي يبقى إحنا هيبان نجحنا طول ما المريض راضي إحنا هنكون طبعا فيه مؤشرات من ضمنها حتى الاستجابة السريعة للمرضى وتلبية احتياجاتهم يعني لو حبينا نيجي النقطة تانية وطبعا الغالبية العام والأعظم والأشمل من الأطباء بيلتزموا بيشعروا بواجب وطني ويعني حالفين قسم وملتزمين جدا قبل أي حد وشوفنا قد إيه تضحياتهم خلال الفترة دي فاتت ولكن برضو يعني الأمر ما يسلمش وما يخلاش من بعض التجاوزات من بعض الأطقم الطبية في الانضباط الإداري فازاي بيتحقق الانضباط الإداري داخل المنظومة الصحية أقول لي سيادتك موضوع الكورونا حتى الإداريين مش بس الأطباء أو التمريد يعني موضوع الكورونا بصراحة يعني دي بيّنت بأن الأطباء والتمريد والأطقم الطبية عندهم عندهم مولاء للبلد بصراحة يعني بصراحة آه عندهم مولاء للبلد وحسين اللي إحنا يعني أهل أهل بعض بيجاهدوا آه بيجاهدوا وبعدين إحنا الشعب المصري بطبيعته بيبان في الأزمة لأن في الأزمة بتلاقيه من أقوى شعوب العالم يعني شعب قوي جدا عشان كده بسأل حضرتك وفيه دي حاجة إيجابية ولكن برضو يعني بنقول المنظومة الموجودة المفروض تلاب الاحتياجات الخاصة والمرضى بنسمع بعض الأطباء بيقولوا ده إحنا عاملين جمعية لأصدقاء كأصدقاء للمرضى في حالة عدم توفر الإمكانات والمستلزمات والأدوية إحنا بنجمع من بعض وبنساعد للمرضى فعشان كده بسأل حق يعني مدى توفر المستلزمات والأدوية داخل المنظومة وإزاي بنتابع عليها وفي نفس الوقت طبعا من ناحية تانية بالنسبة للمقصرين إزاي بنتابع عليهم وبنرجع وجود انضباط داخل المنظومة الصحية سيادتك في الفترة الأخيرة دي كل التقرير بتاعتنا كلها الاهتمام بتوفير المستلزمات والأدوية تمام؟ كل الأماكن وكل المرورات وكل التفتشات وكل الرقابة وكل المتابعة على كل المستشفات أهم النقطتين عندهم الأدوية والمستلزمات الدول دول خطة أحمر لو مستحيل لأن احنا عندنا احتياطي استراتيجي عندها في المستشفى أصلا عندنا حاجة اسمها طوارق يعني أدوية طوارق لقد الله يعني لو في حاجة هتلاقيها فيه فيه يعني دي عمرها ما تنقص ما تنقص فيه فيه رقم ثابت فيه فيه إحصائية سابتة في في صدلات الطوارق صدلات الطوارق دي هي الحصن الآمن للمستشفيات كلها ما فيه مستحيل وسبع المستحيلات اللي هيكون فيه مشكلة في الأدوية المشكلة في الأدوية دي دي مثلا هتبقى يعني هتبقى حاجة عيون الرقابة يعني يعني الرقابة لما تبقص أهم حاجة عندها كل حاجة يكون متوفرة لو مستحيل يلقى حاجة اللي لازم هيعمل معاه إجراءة هيتخذ إجراءة صارم عليه ده دي حاجة يعني تخص حياة المريض وطبعا حياة المريض دي أهم حاجة يعني إحنا رسالتنا في الحياة عموما رسالتنا في الحياة عموما أنا ما بحسش بشأني قال لم أخدم المريض والمريض لم يكون ساعد بيا كأننا أنا أسعد واحد في العالم بحس اللي أنا أقول ليه وجود في الحياة في الحياة من ضمن القطاعات العمل اللي فيها ناحية معنوية كبيرة جدا وبيحس بيها اللي بيعمل في هذا المجال إنه بيزرع زرعة وبتجبر قدامه وبيتفاعل معها معنويا هي فعلا مهنة المهنة العاملين في المجال الصح طبعا بيتأثر وبيشوف قدامه المريض وهو بيقينه وبيشتكي وهو بيتعافى وبيحس كمان في عينه وبعد التماثل للشفاء الشكرة حتى لو ما ألهوش على لسانه فطبعا بيشعر بسعادة وده بتيدي له طاقة إيجابية كبيرة نرجع تاني برضو وإحنا بنتكلم في موضوع المؤشرات اللي بتخلي فيه جودة للخدمة الصحية هو تناسب عدد الأطقم الطبية في المستشفات فهل عدد الأطباء والتمريض كافي حاليا فيه داخل الوحدات الصحية والمستشفات هو بالنسبة لإقدارة الطب اللي لاجي هنا في ضميان عندهم سياسة يعني عندهم سياسة في الأماكن اللي فيها زيادة في الأعداد بيجيبوا منها في الأماكن اللي هي إيه؟ بيبقى فيه إيه؟ ناقص النقص الده بيجي بأثلا أجازات رعاية طفل سفر للخارج كده يعني طبعا بيوفر من الأماكن اللي هو فيه أكثر وفرة من الأطقم الطبية الأطباء ده الطبيعي الموجود يمكن مش في المدرية بس في جميع المدريات الأماكن الكبيرة بإيه؟ من إيه يسحب منها الأطباء في الأماكن اللي هي أقل عددا وطبعا ده 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 نظام عمل للطب العلاجي ومن أساس نقص الطب العلاجي اللي هو وفرة الأطباء في كل قص وفي كل تخص وحدك لحد دلوقتي مدينا يعني مؤشرات إيجابية ومدينا تفاول غير عادي أنا بكلم بناء عايا علي أنا شخصية علي أنا شخصية أنا ممكن آه ممكن أقولك فيه سلبيات مثلا في حاجة بس أنا ممكن ممكن عشان أنا في دور المتابعة وبشوف الحاجة سليمة أنا بشوف الحاجة سليمة حد يشوف حاجة مهي السليمة ده وضع تاني إنما أنا لو لقيت حد بيخالف التعليمات واللوايا وقوانين والنظام والخطط الوكيل الوزارة الصحة قام بها أنا هحولها التحقيق واشارة ما فيه جزار ويتخذ فيها إجراء سريع واخد إجراء سريع واخد إجراء سريع وقبل ما أخد الإجراء كمان لازم يتحل ونواقف لأن الصحة لها وضع خاص واختلف عن تحل المشكلة وعلينا استوفي الإجراءات بالضبط كده وانخلص الإجراءات يبقى لأيه أهم حاجة الأمان بتاع المريض أنا أنا مثلا لواني جيت مثلا لإيد الطبيب مثلا مش موجوه الصرف أجيت طبيب مكانه وحسب الطبيب اللي مشي إنما الصرف أجيت طبيب ممشيش اللي بكل طبيب موجوه يعني نسبة وجود التفويد بقى في اتخاذ القرارات يعني كان من الحاجات المعوقة إن لازم الإدارة اللي على رأس الهرم الإداري هي اللي تتخذ القرار وده كان بيعتور معوق فتسهيلا لاتخاذ القرار أصبح هناك نظام للتفويد هو كلمة للتفويد أنا أولا بحس المواطن مدام أنا واحد مسؤول في الصحة كلنا واحد يعني كلنا المفروض نفكر الفكر الواحد ده إزاي نحل المشكلة بأي شكل من الأشكاة تمام لأنه دي حاجة إيه مش عايزة إيه ترتيب وحاجات روتيني ونظام روتيني كده والمريض ده بالمريض ده هو ينتظر لنا خلصه الإجراءات أنا أحل له وبعدنا نتفع يعني أنا ممكن أحل على حساب نفسي يعني ممكن أحسب نفسي وأنا أحل المشكلة مفيش مشكلة بسحق كده تليفونك يبقى مفتوح 24 ساعة 24 ساعة لو حد طلبنا الساعة 5 صور بروح المكان يعني 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 دهميات كلها تعرفني شخصيا في أي وقت في أي وقت من الليل وأي وقت متأخ بتلاقييني موجود تضرب نموذج فريد من الخدمة الصحية وبنحيي المنظومة الصحية داخل محافظة دميات وبنبعث التحية لسيد وكيل وزارة الصحة في محافظة دميات دكتور السيد عبد الجواب دكتور السيد عبد الجواب بنشكر حالك من خلال شاشة برنامج عادة الصحة يعني الحقيقة خدمات الصحة المقدمة في المكان بتبقى جيدة من خلال إدارة يعني وعية وإدارة يعني بتتابع بصفة مستمرة فبنقدم لحلقة الشكر من خلال برنامج عادة الصحة نرجع تاني لحلاتكم نقول بقى إزاي أسرة وخاصة دي بتظهر في القرى شوية أو الأحياء البعيدة عن مركز المدينة أسرة يعني قليلة الوعي يعني ومش مدركة شوية تعمل إيه والإجراءات إيه وهكذا أصيبت وإحنا دلوقتي بقت الإصابة بتبقى عائلية أصيبت كلها بالكورونا ومن أعراض الكورونا بيصاحبوا طبعا همدان وتكسير في العظام وارتفاع في درجة الحرارة وأحيانا من عدم وعي الناس لأن في البداية بتظهر أعراض بسيطة أن دي نزلت برد وتعدي فبيسيبوا نفسهم لحد ما بيشتد عليهم الألم شوية فالحركة بتاعتهم بتبقى ضعيفة وكمان القدرة على التصرف وخاصة العائلة كلها أو البيت كله بيبقى جالوا الوباء بيبقى ما عندهمش القدرة حتى على التحرك أو إنهم يسعفوا نفسهم فتنصح بإيه اللي يجيلوا وخاصة إحنا مع وزارة الصحة بنقول إن إحنا إن شاء الله ربنا يسلم الجميع وإحنا فيه انحصار لهذه الموجة وخاصة بعد مبادرة مئة مليون صحة للتطعيمات اللي قتت بثمارها سريعا وعملت نوع من المناعة بصفة كبيرة ولكن يعني تحسبا يعني وجود موجة ربعة أو يعني تحورات للفيروس يعني أسرة زي دي تعمل إيه وتاخد إجراء إزاي عشان توصل لمستشفيات وزارة الصحة أو تاخد الخدمة الخاصة بالبروتوكول أو لو كانت محتاجة إنها تتحجز في مستشفى عزق حقول لها كده أو الخطوة اللي تاخدها عشان تحصل على الخدمة أو تجد الرعاية الطبي الطبيعة أي أي واحد بيعاني من مرض يروح أي مستشفى أقرب مستشفى أقرب مكان المكان نفسه هيبلغ المكان الأكبر اللي هو عنده كذا ويعمل التحليل ويعمل الأشعاد بتاعته ويتعمل يا إما يا إما لو كان الأمور عادية الحالة مستقرة هيعملوله عزل منزلي ويدله البروتوكول بتاعته تمام طيب يعني لو حبينا بقى نقول مين الشخص اللي يسمح بحجزه داخل مستشفى العزل يعني مين اللي نقول عليه من المرضى اللي وصلوا للمستشفى إن ده لأ أنت محتاج تتحجز عندنا ومين اللي نقوله لا أعمل عزل منزلي ولي نقوله عزل منزلي بنوفر له إيه العزل منزلي يعني هو اشتباه وليس كورونا يعني اشتباه يعني هو اشتباه وليس عنده كورونا لأنه عنده كورونا هيبان في المسحة المسحة الطبية يعني عمر بيروح المستشفى وبشتكي بياخد بيعمل تحليل وبيعمل أشعة هل بيعمل أشعة مقطعية وبيعمل تحليل الدم طبعا وبيعمل مسحة بالزبط كده ودي بقى اللي هيبين هو عنده كورونا أو لا طب تلق تلقى عنده كورونا هل بياخد يعني من تعليمات البرتقول أنه يعمل عزل منزلي ولا بيحتاج في عزل المستشفى ده يرجع للطبيب الطبيب المعالج الطبيب المعالج بيشوف حالته يتوجب عليه العزل منزلي أو يتوجب على الحجز يعني لأنه هو بيفحص حاجات جنب الكورونا فيه حاجات يعني أن أصحاب الأمراض المصاحبة للكورونا أكيد دول هايبقى لهم وضع خاص عن اللي بيجي له كورونا وهو كويس لهم الشباب الشباب واللي هو ما آموش بيعاني من الأمراض المزمنة طيب هنيجي لطبيب قال الأسرة دي اعملوا عزل منزلي ودههم برتقول العلاج بيصرفوا من الصيدلية الخاصة بالمستشفى مش كده تمام بيصرفوا من الصيدلية هل بقى بيبقى فيه متابعة عن طريق مثلا التليفون أو عن طريق بروة ساب طبعا يعني بيتصلوا بالمرضى طبعا طبعا فيه فيه إدارات مخصصة لذلك فيه اسمه إدارة الترصد في إدارة الطب الوقائي دي اللي بيتتابع مريض الكورونا بتاخد بياناته وبتصل عليه في البيت ويتشوف وبيرحولوا وبيبعتولوا أمراض بيبعتولوا ممرضات من من الوحدات الرفية اللي هي القريبة لها اللي هي أو ده تابع إدارة الطب الوقائي اسمه الترصد إدارة الترصد دي اللي بتتابع حتة اللي هم مرض الكورونا طيب لو قلنا بقى الناس اللي اتحجزت في العزل لوحدات العزل يعني إزاي نتأكد إن المريض خد علاجه في الوقت المناسب و و و يعني ما تأخرش المسؤول التمريد المسؤول عنه يتابع المرضى ما تأخرش أو أهمله يعني هل فيه آلية بتتابع ده فيه طبعا فيه عندنا في في الصحة إدارة خاصة بيقدر تطبي العلاجة أطباء بشاريين بيروحهم للعزل وبصهم على التذاكر وبصهم على الإجراءات اللي أنبها للطبيب أو الممرضة من واقع التسكر اللي في الإسر يعني حاتم طبعنا وبطول حياة ما شاء الله يعني إن الناس سواء فيه رعاية صحية سواء في المنزل اللي فيهم يعني بيأخذوا عزل منزلي أو للي بيحتجزوا فيه عزل المستشفى بيأخذوا الرعاية المناسبة لهم وبيأخذوا العلاج بتاعهم في الوقت المحدد لهم طيب هنرجع شوية بقى للمبادرة الجميلة بقى مبادرة مئة مليون صحة يعني ماشية بنظام ويعني بتستوفي كل التجمعات يعني أولا اللي عايز يسجل اللي عايز يسجل بيسجل على المواقع ودلوقت وزارة الصحة كمان من خلال الفرق الطبية المختلفة بتروح للتجمعات لحد عندها فده يعني حاجة بنشيد بها جميعا ويعني حاجة بنشكر القيادة السياسية وبنشكر وزارة الصحة وبنشكر دولة رئيس الوزراء على الانتشار السريع والنظام السريع لوجود الحملة في وقت سريع جدا وبالجودة العليم هسأل بس حاجة على حاجة مختلفة شوية ازاي بيتم تخزين وتداول اللقاحات التخزين اللقاحات دي بيبقى بنظام نظام تلاجات وهي دي اسمها هي أمصال المصل ده بيبقى ليه ناس معينة وناس مخصصة بتعيد بازاي يعني هي شغلتها كده لها ازاي تنقل المصل من تلاجة لتلاجة عشان بقى صلحي عشان يحب وعارفين درجة حرارته فيه فيه متابعة متابعة متخصصة في الطب الوقائي بدرجة الحرارة في ساعتها لو فيه حاجة هم بيوقفوا التطعيم يعني بلطمن كمان السادة المشاهدين بيوقف التطعيم محمد أحمد الشريف مدير إدارة المتابعة مندرية الصحة بن مياط وعضو المكتب الفنين لوكيل وزارة الصحة بنشوحك شكرا 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 وحب أوجه شكرا لقيادة سياسية على عصوم السيد عبد الفتاح السيسي اللي هو عمل طفرة في النظام الصحي جميلة بالنسبة من مبضة مليون صحة دي يعني عملت شغل كبير على مستوى العالم عموما يعني دي دولة رئيس الوزراء والأستاذ الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة النشيطة والأستاذ الدكتورة منال عوض محافظ دوميات اللي هي يدا بيد مع ووكيل وزارة الصحة النشيط اللي يعتبر 24 ساعة يعني قريب خالص للمريض ومهاجه عنده المريض بأي شكل من الأشكال بنشكر حضرتك وعزي المشاهدين بنقول لكم إن صحتكم هي مهمتنا الأساسية ونشكركم على حسن المتابعة ونرقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر